السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بيكم في فيديو جديد يلا بقى النهاردة وقت بتعاشى خطيرة جدا خمس دهي هتكوني عاملها مش تاخد منك لوقت ولا مجود ولا اي حاجة بجد هتقومي جربيها دلوقتي حالا اول ما تشوفي الوصفة لانها وصفة اي حد صغير يقدر يعملها تابعني للنهاية اذكري لو صلي على رسول علي افضل الصلاة والسلام هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اول حاجة دهنا من الزيت كده في صانية اي صانية مدورة مربعه اي حاجة بعد كده هتي بقى اي عيش فينه عندك يكون كبير صغير بيت صابح اي حاجة هنستخدمه انا بس مخرجة من الفريزر هستني فك شوية بعد كده هنقسمه نصين بالشكل ده اي كمية تقدر يتعمليها واي حجم زي ما قلتلك للغيف تقدر يتعملي هنروح بقى الصانية ونروسي فيها الكلام ده كله جنب بعض ميزة الوصف ودينا وصفه مطاطية كده تقدر يتحطي فيها اي حاجة موجودة عندك في التلاج شوية كاتشوب بقى على الوش وهنوزحهم لو لسا ما عملتش لايك للفيديو ياريت تعمل اللايك وبعد كده بقى هنجيب اي حاجة موجودة عندنا في التلاج لو في حوم عندك مستوية زي صدر فرخة قطعة بني حاجة بس يكون مستوية حطيه لو مفيش بقى زي حالتي انا كده هحطي الحاجات اللي هقولك عليها شوية بقى فلفل اخضر شوية زتون كم حتة كده من الجبنة الرومي ويرشت موزرلة على الوش وهقولك دلوقتي نوع الموزرلة اللي دايما بتسئل عليها وقولك كمان تشتريها منين بس كده دي الحاجات اللي انا حطتها عايز اقولك ان الجبنة موزرلة انا اتخدعت في انواع كتير جدا انا اجيبها لقيها عاملة زي البلاستيك وحتى انواع غالية اغلى من اللي انا بشتريها وبستخدمها تطلع وحشة جدا جدا لان النوع اللي انا بشتريه مش دايما متوفر هو دايما بيبقى عند محلات مستلزمات للحلويات اسمه الحمد وفي نوع تاني اسمه الاطباب بيبقوا لبن طبيعي 100% وبيع من مطة حلوة وطعم حلو للحاجة دخلتها بقى تحت الشواية كده اقل يعني حوالي دقيقتين كده اتخدت اللون الجميل ده والريحة والطعم الطحفة ده بجد حاجة طحفة وعزمة ورغم انها بسيطة جدا واي طفل صغير يعرف يعملها شايف الجمال بس كده وكده هنكون وصلنا لنهاية الفيديو اتمنى لك يوم سعيد وما تنسوش اعملوا لايك واشتراك للفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا